الليل والنهار أهلاً أصدقائي هل أنتم مستعدون للتعرف على الليل والنهار؟ ممتاز! لننطلق على بركة الله تأمل السورة جيداً واذكر هل تقع أحداثها ليلاً أم نهاراً؟ الإجابة أحسنتموا الإجابة فجميع هذه الأحداث نهارية لنواصل إذن اكتب حرف اللام تحت كل مشهد يقع عادة ليلاً الإجابة رائع! لقد أصبتم! حسناً لنتابع صنف الحيوانات التالية حسب نشاطها في الليل أو في النهار الإجابة لنجتهد قليلاً ونجيب عن السؤال الآتي لاحظ السورة ثم رتبها حسب تسلتل الأحداث بكتابة الرقم المناسب من 1 إلى 4 في كل بطاقة الإجابة أحسنتم! الآن سنقوم باستكمال الرسوم التالية حسب المطلوب أرسم كل من الشمس والقمر والنجوم في الصورة المناسبة لها الإجابة إجابة جيد!